طيب سؤال مهم جدا ممكن يجينا في صورة list الاول حاجة حاجة اسمها accountability for information التاني حاجة اسمها identifying purposes for collection use and disclosure of information disclosure يعني بكشف عنه واستخدمه consent يعني الموافقة الشخصية تقربة حاجة limiting collection limiting use disclosure retention accuracy safeguards openness individual access challenging complaints هنتعرف على كل principle من دول بشكل مبسط كده في اللي سلايدز اللي جاية ان شاء الله اول principle هو accountability for information كلمة accountability عندنا في الادارة يعني محاسبة يعني مسألة طيب دي معناها اي يعني organizations that collect patient health information الorganization اللي هتجمع المعلومة من المريض او اللي هتجمع معلومات من المريض are responsible for the personal health information in their care هم المسؤولين عن المعلومة دي مسؤولين عن سريتها فلو المعلومة دي تسربت او خرجت لبرة يصبح ان المؤسسة اللي جمعت المعلومة دي هي اللي موضع مسألة ومحاسبة وهي دي اللي هتتعاكم عشان كده المستشفى تعمل ايه او المؤسسة تعمل ايه for facilitating organizational compliance with applicable data هو اللي مسؤول ان الناس توصل للداتا دي وكمان protection legislation ويبدأ يعملها حماية قانونية and organizational privacy policies هو كمان المسؤول عن اللوايح اللي بتنظم السرية بتاعت المعلومات بتاعت المؤسسة دي لو انا سبت الموضوع دوا لأي حد ناس كتير المسؤولات بتاعتها هتضيع جوة المؤسسة عشان كده انا لازم احط شخص بعينه anamed individual باسمه كده هو واحد بس اللي يبقى مسؤول عن الموضوع ده عشان لو حصل تسريب في المؤسسة اجيب الشخص ده وانا اللي حسبه لكن لو كانوا 10 و12 و15 و2 و3 كل واحد هيلقي بالمسؤولية على الشخص تاني النوتة دي فيها موضع سؤال صح وغلط وممكن يتم اللاعب في كلمة ايه named individual تمام تمام تعال نشوف البرنسيبال التاني البرنسيبال التاني هو identifying purposes for collection use and disclosure of information لازم انت توضح لي ايه هو الهدف والغرض من انك تجمع المعلومات دي او تستخدمها او تعمل لها disclosure يعني تكشفها closure يعني متغطي disclosure يعني هيكشفها طيب تعال نبصد كده كاتب ايه help patients to make appropriate decision about their protected health information it is important that they are aware of purpose for which this information is being collected لازم يعرف انا خدت الداتا دي كهيستوري منه ليه عشان اساعده في ان ياخد decision في حالته personal health information collected for the purposes of treatment and care النقطة اللي جاة دي مهمة شوف بقى can't generally be used for unrelated purposes if the patient consent to not be taken at the time of collection يعني المعلومات اللي انت اخدها لغرض انك تعمل treatment او تدي كير للباشنط ما تقدرش انها تستخدم في اغراض اخرى ما لغاش علاقة بالموضوعين دول بالتريتمنت والكير الا لو ما خدتش موافقة الباشنط في التايم بتاع الكوليكشن يعني على سبيل المثال مريض جاء المستشفى المريض دوان عنده بطاية السي وبياخد علاج بعين العلاج ده لسه جديد العلاج دوان المريض ده حصله منه مشكلة انا بدأت اجمع معلومات من المريض انت بدأت تاخد العلاج امتى العلاج بتاخده كم مرة في اليوم مين اللي وصف لك العلاج بتاخد مع العلاج دوان ايه داني ايه الحاجات اللي انت موقفها ايه الحاجات اللي انت مبطلها ايه اللايف ستايل بتاعتك اخدت معلومات عن حالة المريض اثناء ما هو بيتعطأ العلاج ده بالتحديد بس انا بجمع المعلومات دي فهمت المريض ان انا بجمع المعلومات دي منه علشان اعمله خطة علاج جديدة عشان اتخلب على المضاعفات اللي حصلت من العلاج ده المريض لحد دلوقتي موافق فعلى اساس ده اداني العلاج اداني المعلومات دي اسف جيت انا بقى امتقل المريض ايه هنعمل كمان شوية فحوصات وتحاليل عشان نشوف العلاج ده اثر عليك في ايه جوه الدم سبق بقى كان في البلد كاوينت او يعني كان سي بي سي او هنعمل رينال فانكشن او ليفر فانكشن عشان نشوف العلاج ده ونأثر علي ايه بالضبط جوه الجسم والمريض موافق خلصت انا العلاج مع المريض افعلا استخدمت المعلومات ده واخدت موافقته ان اثناء من انت بتعمل cluster ال data اثناء time of collection طيب قمت انت جاي وقلت بقى انا هستخدم المقدة دي من ورا المريض واعمل بها بحث علمي واعمل بها بحثا شرع النت واقول ان الدواء دون طدع منه المضاعفات الفلانية والفلانية والفلانية على المريض الفلاني في الفترة من كذا لكذا لما اخده بالجرعة الفلانية والتحاليل بتاعته اظهرت واحد اثنين ثلاثة ودي التحاليل هي يا جماعة عشان تصدقوني كده انت عملت ايه كده انت استخدمت معلومات المريض في غرض في بيربوس غير اللي انت اخد موافقته من المريض فانت اخدت موافقت المريض على استخدام المعلومات دي في علاجه فقط مش استخدامها في انك تنشر بيبر ليك انت لمصلحتك الشخصية ولا موافقته في انك تستخدمها في بحث علمي هو مالكش يعمل علي بحث علمي فاهمينه شباب؟ فدوا هو لازم احدد الغرض اللي انا بستخدم فيه المعلومات دي للمريض وما احدش عن الغرض ده يعني ما اعملش غير لان الغرض ده بس تعال نشوف البربوس التالت البربوس التالت هو الكونسنت كونسنت يعني ايه؟ الكونسنت يعني موافقت المريض او موافقت الشخص صاحب هذه المعلومات اللي انت هتستخدمها او اللي انت هتطلع عليها او اللي انت هتوديها لحد تاني عشان يساعدك في اتخاذ قرار مثلا على سبيل المسال فالانفورميشن must be collected with the consent of the individual يعني المعلومات اللي انا جمحها من المريض دي لازم تتاخد بموافقة المريض except as required by law الا في حالات اللي بيتطلبها القانون يعني المحكمة طلبت انها تكشف معلومات معينة عن واحد عشان مثلا كان بيتعطى مخدرات لا عادي طب تعال كده نبص بقى الانفورميشن انفورميشن معناها الموافقة المستنيرة يعني المريض وافق على علم باتخاذ المعلومات دي في نشرها بس لغرض طبي او غرض علاجي لازم يكون اعرف البيربوس لازم يكون اعرف الداة بتاعته هتتحمى هتبقى محمية ازاي في المستشفى او في المكان اللي بتجمع فيه لازم اعرف الانفورميشن لو حب انه يعمل الى عواقب النتائج لو القانون سمح بدون الموافقة خلاص فيش فيها مشكلة تمام كده؟ تمام تعالى نبص على البرينسبل رقم 4 البرينسبل رقم 4 هو بمعنى ماينفعش ان انا جمع معلومات انا مش هستخدمها امال انا جمع المعلومات فقط اللي لها غرض هستخدمه في علاج المرضى ويكون المريض عارف ده limiting يعني بقى حد من جمع البيانات والمعلومات فمعودش اجمع كل المعلومات والبيانات ممكن منها كتير مش هستخدمه لا انا اجمع المعلومات بس اللي انا هستخدمها هي دي اللي هتفتني limiting a use with disclosure and retention يعني هاي اللي بقى واحد من مش من جمع المعلومات لا من استخدمها واللي اطلاع عليها personal health information should be collected for one purpose لازم ان انا استخدمها لغرض واحد سواء كان treatment او care and then not used for another ما تستخدماش في حاجة تانية زي research زي البحث العلمي وزاوية obtaining the consent of the patient for the new use الا لو خدت او بدون الحصول على موافقة المريض في الاستخدام الاخر اللي انت حاب تستخدمه واتساعات نلاقي واحد عشان يتشهر يقوم جا اعمل فيديو ويكشف فيه معلمات عن حد تاني موضوع غلط حدش قالك تعمل كده وانت كده انتهكت الخصصية بتاعته the organization should use disclose and retain information for this purposes فقط في treatment وفي care البرنسبة اللي بعد كده هو accuracy patients are typically aware of the need to provide accurate information in order to ensure that health care is delivered in a safe efficient and effective way يعني the patient لازم يبقى aware ان فيه need to provide accurate information عشان ما يدنيش معلومات مبالغ فيها وده علشان يكون متأكد ان الهلسكر اللي هتتقدم له هتتقدم له في save و efficient و effective way بمعنى ان المريض لو قال كلام غير صحيح ممكن الرعاية اللي تقدم له تكون برضه مش دقيقة ومش آمنة في موقف قدامي ان مريض خبه ان هو اخ الدواء معين او كان متعاطي لشيء معين كمخدر مثلا وما جئنا نتعامل معاه تعاملنا معاه على اساس الكلام اللي هو قاله ان هو مش متعاطي شيء ولكنه كان متعاطي وبدوزة عالية جدا وبالتالي المريض ده تقدم له كير غير آمنة لان مش دي الكير اللي كان المفروض تقدم له بسبب ايه؟ انه مقدمش accurate information لانه خايف لانه خايف ان سرية المعلومات اللي ممكن ان هو يقولها تتفضح فحد من قريبه يعرف مثلا على سبيل المثال تمام تمام لازم توفر حماية وامان للمعلومات اللي موجودة داخل السيستم بتاعها من ان يحصل لها ايه؟ من ان يحصل لها انها تضيع من انها حصل لها انها تتحكر او يتم الكرسنة عليها او تتسرق او ان شخص غير مسؤول ان هو يدخل على السيستم ده ويبص على المعلومات دي يدخل ويبص على المعلومات او ان يتم الكفش الكشف النقطة اللي بعد كده او البرينسبال الثامن هو الابننس المعلومات دي هتتحامل ازاي لازم يبقى عارف ازاي المعلومات اللي هو ادلة بها ديا هيتم حمايتها من الاختراك والسرقة واستخدام الغير او الاستخدام السيء وده اسمها الابننس يعني الشفافية لازم اكون واضح مع المريض بتاعي واقول له على كل المعلومات اللي تخص خصوصيته وسرييته individual access patients should have the right to access their own personal information لازم يكون عنده الحق في الدخول والنظر لمعلوماته او الملفات بتاعته so that they can ensure its accuracy عشان يتأكد من الضقة تحت المعلومات اللي ادلة بها and modify in accurate or incomplete information ويبدأ يعدل في المعلومات الغير دقيقة او الغير مكتملة patients may also need counseling الpatient بيحتاجه دايما لارشاد والنصح as appropriate to ensure that potentially disturbing information is reviewed appropriately and sensitively ولازم ان احنا نقدم النصح ده بشكل ملائم ومناسب طبقا للحالة بتاعت الpatient اللي المفروض انها بتتعارض بالمعلومات اللي قالها المريض اللي المفروض يتم مراجعتها بشكل مستمر وبشكل دوري باستمرار اشتركوا في القناة طسك اثنين وده بصراحة من الطسك اللي هتبقى لذيذة جدا واعتقد ان الناس هتستفيد بيها بيقول لي اسكل and legal requirements to apply tele nursing ايه هي الاسكل و legal requirements to apply tele nursing يعني عشان اعمل apply tele nursing هل في legal و اسكل issues انا لازم اخد بالي منها واحتياطات و requirements لازم ان انا اخد بالي منها واحطها في ذهني وانا جاي اطبق tele nursing ولا اعوزك توضحها لي والمراضي اللي هيقول دوا براء وحسناء علي محمد عبدالقادر وحنان رائد حسين شيماء عبدالله محمد ابراهيم الزنادي ردوة ابراهيم موسى سليمان عمر عبدالعزيز ميصر مصطفى وعبدالله ماجد امين احمد عاوز كل واحد فيكو يبدأ ان هو يحطيلي التصور بتاعه للاسكل والليجر requirements ويستعين بالمحاضرة اللي انا شرحت فيها التلي nursing سواء كان في الفيديو او في السلايدز يعني يستعين بهم ان شاء الله هيبقى هيقدر ان هو يجاوب السؤال ده شكرا لك وشبه شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة